السلام عليكم لبنات كديري لبس عليكم اتمنى تكونوا باخر وعلى اخر انتم ما تشوفوا هذا الفيديو اليوم و اتمنى ان ان شاء الله يلقاكم باحسن احوال و باحسن الطرف احبكم مرة اخرى في القناة و احب جميع الناس لتحقوا و نضموا العائلة نقول لكم مرحبا و الف مرحبان و شرفتوني و شرفتوني في القناة الى كانت هذه الزيارة لكم اللولا لا تنسوا انكم تابنوا فلاشين تغطوا على زر احمر اسفل الفيديو او اشتراك و كذلك لا تنسوا انكم تفعلوا زر الجرس تغطو على الخيار لكي تغطوصوا دائما جديد الوصفات اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم واحدة الوصفة خطيرة في طبيض الجسم اي واحدة جربتها ستتعي معي و ستشكرني بزاف بزاف هذه الوصفة ستعطيك واحدة مفعول سريع لك الجسم و مضبوغ لك بالكحولية الاشيعة الشمس لكن الجسم لك مصافي و تصبوغات عندك الزروقية في المناطق الحساسة في الركب في الرجلات في المرفقين ايضا العنق و الرقبة و وصفة البنات ممتازة و من اقوى الوصفات اللي ستعطيكم ان شاء الله نتيجة سريعة للمفعول خليكم معي ان شاء الله مكونات و في نفس الوقت سأعطيكم طريقة تحضير غير ما تنسوني تزوينا ديني من لايكات كتنسوني من لايكات الفيديو اي واحدة كتشوفوا الفيديو خليلي لايك هكا باش تشجعيني و ادعميني كنجيب لك وصفات زوينا و التي تعطي نتيجة و مجربة مني شخصيا و كنبغي نتقاسم معكم اذا سنبدأ تشوفوا معي المكونات عندي هنا كيف ما تشوفوا معي كريم نيفيا كريم نيفيا هذا الازرق رغم اروف كيف ما تشوفوا معي تقريبا قاعد البنات عندهم هذا الكريم نيفيا فهو كريم زوين بزاف مرتب و ايضا تفتح البشرة و يبيض البشرة تعطي نتيجة زوينة و عندي هنا الخميرة الحلويات او باكين باودر ديال الحلويات كيف ما تشوفوا معي الوصفة سهلة لكن نتيجة ديالها زوينة البنات زوينة 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 بزاف المهم غادي نبدأ غادي ناخد اول حاجة غادي ناخد الخميرة ديال الحلويات هي اللي غادي نبدأ بها يلولة كيف ما غادي نشوفوا معي هاد الوصفة البنات تصدقوني لقيت لكم اي حاجة اي حاجة عندك في الجسم ديالك كحولية ضابرق الصبات او لقيت لطراس او لقيت لبسي صناديلة هكا في الفصل ديال الصيف هاد الوصفة زوينة تقضي لك على التصبغات تصفي لك الجسم ديالك غير هي غير الجسم ماشي لوجه البنات غير الجسم ديالكم ماشي لوجهكم بالنسبة الوجه راني حطيت لكم واحد الوصفة زوينة صابون مفتح ومبيض للبشرة كيعطي واحد نتيجة متنسوش انكم تشوفوها ضربة ليلة هكا على القناة باش تشوفو جميع الوصفات اللي كان نشاركها معاكم بالنسبة البنات اللي ما شافوش اني الوصفات وايضا شوفو هاد الوصفة اللي غاني نشاركها معاكم ديال صابون مبيض وايضا مفتح للبشرة المهم ده بقدرت معي لقى البنات عام رأة صغيرة كيف ماشتوا معي ديال ديال الخميرة ديال الحلويات وغنضيف ليها الليمون او الحامض انا غد انخلط بيناتهم غنضير الليمون او الحامض وغادي نضيف ماء الورد بنسبة البنات اللي عندهم الجسم ديالهم تيتهيج لهم من الحامض ما توافقهمش الحامض ما تديروش الحامض ديرو ماء الورد فقط يعني في مكان الحامض غادي ماء الورد وبالنسبة البنات اللي الجسم ديالهم عادي تستعملوا الحامض غادي تستعملوا الحامض وايضا ماء الورد يعني نص نص كيف ما غتشوفو معايا فانا عناصر هنا واحد الكمية ديال الحامض تقريبا واحد الملعقة كبيرة هكا ديال العصير ديال الليمون بنسبة للحامض راه من اقوى العناصر اللي تتبيض لنا الجسم ديالنا وايضا مفيد الجسم لانه غني بالفيتامين سي غني غني بلاسيت سيت خيك لي هو واحد العنصر كي بيض لنا الجسم ديالنا مهم انا نضرت واحد الكمية هنا وغدا نضيف ماء الورد يعني عن دير نص نص كيف ما قلت لكم سوفيوغا نخلط هاد المكونات هادو مزيان حتى تفعل لي الخميرة مع الليمون او الحامض بهذا الشكل هادا حتى الدوب ليه مزيان كيف ما كتشوفو معايا ودابا غدا نزيد ماء الورد هاد الوصفة البنات راه هزوينا وخصوصا وحنا يعني في هاد الفصل ديال الصيف يعني ضروري ضروري تتقبط لنا الشمش يعني في الجسم ديالنا سواء العنق او الرقابة اللي حتى هما تتقبط فيهم شمش بزاف كتولي فيهم تصبوغات كيولي العنق كيبالك مضبوغ بالتصبوغات توليك حل يعني بالاشيعة ديال الشمس هاد الوصفة زوينا وغد شوفوا معي الطريقة ديال استعمال ديالها رائعة بزاف وتعطيكم واحد نتيجه سريعه سريعه في الطبيل اذا بغى نضيف الكريم ديال نيفيا بالنسبه الكريم نيفيا على حسب الكيميه اللي استعملتي انا هاد الكميه اللي غدا ندير رح هتكفيك يعني هاد الكميه اللي غدا ندير معاكم اليومه ديال الوصفة رح هتكفي يعني الرجيلات والركابه واليدين والدرعاوات وايضا العنق والرقابة وهم هاد الكميه رح تكفي إذا بغيت تديره كيميا أكثر غتضعفه من المكونات كلها أنا غنستعمل هنا تقريبا واحد لمعي القاة صغيرة هنتون ما كيك تشوفوا معي ديال الكريم ديال نيفيا وغنخلط مزيان وغدا نضيف البنات غنضيف لهذا الوصفة ننشط دورة حتى هو من المكونات اللي كتبايد لنا الجسم ديالنا ستعطينا تفتيح لأي منطقة عدنا فيها للكحولية غدا نضيف تقريبا لهذا الخالط نضيف واحد معلاقة كبيرة ونص ديال النشط هذي ما يزين البنات اللي كنستعملو في الحلويات في المحلات الكبرى و أيضا كتباع عند البقال وعند البائع مسلزمات الحلويات ديال بغنخلط مزيان كيفما قلت لكم درس معلاقة كبيرة ونص تقريبا ديال النشط هذي الوصفة ما كتجيش يعني بحل الكريم كتجي خفيفة بحل ها كانت وما كي كتشوفوا معي البنات كتجي مطلوقة دبا خلطت مزيان هذك الكريم ديال نيفيا باش دابلية مع المكونات الخرين كتخلطو مزيان واحد ثلاثة دقايق حتى تنساجم لكم الوصفة كتجي بللي لكم خلطة مزيان دابا غنضيف البنات غنضيف زيت الورد حتى هو زوين تصفي لنا الجسم ديالنا بحل البقع اللي كتكون غامقة وحتى يعني اللاطرس ديال الحبوب حتى هو زيت الورد مفيد ليه بزات بحل لك اللاطرس ديال الحبوب في الجسم ديالك حتى هو زوين يعني تديرو منه قطارات إلا ما عندكمش عوطوه بزيت اللوز حتى هو زوين حتى هو كيف يفتح البشرة المهم غنضير هنا ايه واحد مقريب على معلقة صغيرة ديال زيت الورد عندما كتشوفو معايا اللي ما عندهاش تستعمل كيف ما قلت لكم زيت اللوز الحلو وعهزوين بالزعف حتى هو وبالنسبة لهذا الوصفة يعني كتبيد لك الجسم ديالك وايضا تتطب لك الجسم ديالك لانه في كل وصفة يعني خاصة نديرو واحد الوصفة اللي كتقشر لنا الخلايا ديالك الميتة واللي كتبيد خاصة ندروري نديرو الترتيب وهد الوصفة ادرت فيها هاد الزيت اللوز لانه من الزيت المرطبة للجسم وكتعطي نتيجة لي البنات كتعطي نتيجة انا شحال هادي كنت كنت استعمل هاد الوصفة صراحة كنت كنت استعمل شحال هادي مش مؤخرا وكنت كتعطيني نتيجة صراحة زوينة كنت كنت استعملها غير بالحامض بوحده ما كنت استعملش ما كنت استعملش معها صراحة مع الورد وكنت كتعطيني نتيجة كنت كنديرها رجلية لبنات وكنديرها العنقي وكنديرها حتى الركابي مهم البنات هانتون ممكنك تشوفوه معين بعد ما كتخلطوا الوصفة مزيان را كتدهنوها على اي منطقة بغيته تبيضوها بهات الشكل وصراحة انا هنرا عندي الاضاءة ضعيفة وخمشة على الضو مهم الحال شوية تاكين الحال يعني ماشي ما كينش شميشة حال مظلم شوية مهم ما عنديش اضاءة مزيانة البنات تدهنوها على اي منطقة هاد الوصفة كالدهنها ضغيئ كيتشرب هالك الجسم لانها فيها الكريم ديال نيفيا فهذا هو الدور دياله هو انه كيخلي الوصفة كيتشرب هالجسم اللي كتديري هالدهنها على الجسم ديالك كيتشربها بكل سهولة وكيستافد منها الجلد ديالك هاد الوصفة كتحيدة لبنات طبقة دير جلد الميتة كتعطيك واحد طبيض تقضي على التصبوغات وايضا البقعة الداكنة وحتى المشكلة ديال اللي حبو زوينة بزاف نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها هاد الوصفة قدديروها في الليلة لبنات قددهنوا بها في الليل الجسم ديالكم وحتى الصباح عاد تغسله حتى الصباح كتعطيوه حتى التفتيح لبنات لجسم زوين وان شاء الله غادي نجربوها وغادي تعرفوني ليش كنتكلم ليكم المهم هاد الوصفة غديروها بشكل يومي بشكل يومي وصالح الاستعمال واحد يعني ما تخليوش اللي غدالي يستحسن ديروها ديرو القياس اللي غاديك فيكم ديروها يوميا اعطيكم نتيجة زوينة في ما تبغيو يعني تنعسوا غادي نتيروها على المناطق اللي عندكم فيهم تصبوغات وتنعسوا في الصباح حتى تغسلي هاد الوصفة بشكل يومي ان شاء الله سعطيكم نتيجة زوينة واي واحدة جربتها لا تنساك ترجع عندي التعليقات تقولي ان شاء الله النتيجة التي تحصلت عليها والهنا زوينة دياليكم وصلت نهاية الفيديو ولا عندكم شي استفسار كيف العادة خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم شكرا لكم زوينة ديالية لمتابعة هنطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد لا تنسوش انكم تصلوا لي الفيديو لربعمية لايك وطلوا لي فلاسكم ونطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد في امان الله